تضرر نحو 464 منزلاً بشكل جزئي وكامل جراء الأمطار والصيول التي اشتاحت عدة مناطق في الولاية الشمالية بالسودان وعلنت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية التحدي الكبير الذي يواجه عمل الغرفة هو تأخر تصديق ميزانية طوارئ الخريف حتى الآن بسبب ظروف الحرب ده بيتناس يوسف يوسف إبراهيم ده بيتناس محمد التوحامي ودي المنطقة دي التحت ناس محمد عزمان الماهل وناس ولمتابعة آخر التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية جراء السيول من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث عمار أبو شاب عمار أهلا بك معنا إذن لك أن تطلعنا على هذه الأوضاع مرحبا نعم الأوضاع هنا في العاصمة الخرطوم بعد الليلة تجدد فيها القصف المدفعي حتى الساعة الأولى من الصباح جنوب العاصمة الخرطوم كنا نستمع إلى دوي انفجارات من جراء هذه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في عدد من المواقع والبلاطق التي يقول الجيش أن قوات الدعم السريع تتواجد فيها وهذه المناطق هي أحياء المعمورة والرياض والأحياء أيضا كذلك قريبا من السوق المركزي بجنوب العاصمة الخرطوم أحياء الصحافة والمناطق الأخرى المجاورة هذه الانفجارات استمرت لعدد من الساعات والعمليات العسكرية المضادة أيضا من قوات الدعم السريع تمت في عدد من المناطق المجاورة للقيادة العامة للجيش في محيط منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم حيث أفاد السكان هناك بأن تجدد القصف المدفعي كان إلا أيضا ردا على عدد من العمليات العسكرية التي وقعت جنوب العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من الصباح هنا في شرق العاصمة الخرطوم عاد الطيران الاستطلاع للتحليق من جديد بكثافة رضى عدد من الإحداثيات ورضى عدد من المواقع ومن ثم تعقبها طائرات المقاتلة لقصف عدد من التمركزات والمواقع كما يرى عدد من الخبراء والمحللون لهذه العمليات العسكرية الجوية أيضا فيما يخص عمليات الوضع الإنساني والمعلومات التي ترد روناك عن عدد من المناطق في السودان خاصة وأن فصل الخريف على أشده في هذا العام بحسب عدد من التنبؤات والقراءات هناك مناطق تضررت في شمال السودان عدد من القرى تضررت عدد من المنازل والمدارس بدأت تحاصرها المياه بشكل واضح وهذه هي بدايات فصل الخريف ولم تدخل عدة أشهر أخرى ضمن المنظومة المعروفة في التقص في السودان أن الخريف دائما يأتي بكميات كبيرة وتؤثر نسبة لهشاشة البنيات التحتية في عدد من المقار وعدد من الولايات والتركيبة البنيوية لذلك أيضا عدد من المعلومات كانت ترد فيما يخص أن هناك ربما خطر يحدق بعدد من الطرق التي تربط ما بين العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات وولايات طهر النيل في وسط السودان وهذا يؤثر بشكل واضح أيضا من خلال عمليات الإجلاء وخروج عدد من السكان في العاصمة الخرطوم جراء عمليات القتال مستمرة منذ ما يقارب الأربعة أشهر طيب أيضا نعود كالعادة للحديث عن إن دخلت أي مساعدات إلى المناطق المنكوبة وما مدى صعوبة ذلك خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع الأمطار والسيول على ما هي عليه نعم كنا نتواصل مع عدد من الفاعلين من غرف الطوارئ والمشافي الصغيرة التي تعمل بنسبة مقدرة وتستطيع أن تقدم عدد بسيط من الخدمات الصحية وأيضا عدد من المحليات في ولاية الخرطوم كانوا يتحدثون بأن هناك صعوبات بالغة في إيصال هذه المساعدات لعدد من المناطق المنكوبة جراء القتال الدائر فيها منذ عدة أشهر وهناك أيضا خطر آخر الأمطار والسيول وهي على الأبواب بشكل واضح وهطلت على عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات هناك كانت معلومات قد وردت إليها من عدة ولايات في مثلا ولاية الجزيرة بأن عدد من المساعدات الخاصة بالمحليل الوريدية لغسيل مرضى القلة قد وصلت بالفعل إلى هذه المناطق هناك أيضا معلومات كانت تريد بأن عدد من المناطق الشمالية ومدرمان بها استقرار نسبي وهناك محاولات لإيصال هذه المساعدات في منطقة الكاربية وعدد من المناطق الخارقة التي قد أعلن الجزيرة وعلي الخرطوم بأنها مناطق أكثر أمانا وأكثر أهل ويمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية أما المناطق الأخرى في شرق العاصمة الخرطوم وشمال العاصمة الخرطوم ومدينة البحر لم تصلها لمساعدة الإنسانية هي تدور فيها راحة المعارك بشكل كبير وهذا ما يصعب وصول هذه المساعدات بطبيعة الحال سنكون معك خلال نشرتنا المقبلة عمار لمعرفة المزيد من التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية جراء السيول لكن حتى اللحظة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مراسل الحدث عمار أبو شيبة من الخرطوم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر